أخبار من قناة الجزيرة في قطر ألم بكم أبدأها بالتفاعلات لمقتل العالم الإيراني حيث ندد المرشد الإيراني علي خامنئي باغتيال محسن فخر زادة وطالب بمعاقبة منفذي العملية والجهات الضالعة فيها الرئيس الإيراني حسن روحاني من جهته اتهم إسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال وقال أن الرد الإيراني سيكون في الوقت المناسب وضف أن إسرائيل تخطط من خلال اغتيال فخر زادة لإثارة الفتنة في المنطقة حسب قولها في لحظة مفاجئة في إيران سقط هنا أحد أبرز علمائها محسن فخر زادة في عملية مسلحة أصابع الاتهامي أشرت إلى إسرائيل فقد كان فخر زادة الرجل الوحيد الذي ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو أثناء حديثه عن حيازة إسرائيل وثائق بشأن البرنامج النووي الإيراني ترتفع لهجة المسؤولين الإيرانيين بالحديث عن الرد لكن دون ذكر تفاصله هذه الجريمة البشعة تظهر بأن أعداءنا يمرون بأسابيع غير مستقرة على جميع أعدائنا أن يدركوا بأن جريمة اغتيال فخر زادة لن تبقى دون رد وسنرد عليها في الوقت المناسب وعلى إسرائيل أن تدرك بأن الإيرانيين أذكى من أن يقعوا في فخ مؤامرات إسرائيل الخبيثة التي تسعى لإثارة الفتنة والبلبلة في المنطقة تجهت الأنظار بعد الاغتيال إلى مجلس الأمن القومي الإيراني فهناك تساغ القرارات الأمنية الهمة وعلى مقربة منه تعالت أصوات تستعجل الرد موقف شعبي لا يختلف كثيرا عن الموقف الرسمي لكن يبدو أن طهران تحسب خطواتها قبل أي رد فالمنطقة بحسب كثيرنا مؤهلة لاندلاع حرب هذه الأيام وطهران لا ترغب في الإنجرار إليها يقول مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدفاعية إن إسرائيل تتبنى تكتيكا خطرا في المرحلة الانتقالية بين ولاية الرئيس دونالد ترامب وولاية خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن اغتيال فخر زادة تم بضوء أخضر أمريكي لدفع إيران لاتخاذ خطوات غير محسوبة لإشعال حرب في المنطقة يسعى من خلالها ترامب لتوريط بايدن في ملفات إقليمية ملفات أمنية راح ضحيتها حتى الآن خمسة علماء نوويين في إيران أمر قد يدفع الجهات الأمنية إلى إعادة النظري في سياستها حتى لا تواجه اختراقا آخر ربما يستهدف شخصيات أخرى لم تحسن بعض في طهران طبيعة الرد أما الأخبار الواردة من مراكز صنع القرار في إيران فتشير إلى انعقاد لقاءات على مستوى عالي لبحث كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد اغتيال فخر زادة وقد لا تخرج من حساباتهم في أي تحرك طبيعة المرحلة الحالية نرد اندغير الجزيرة طهران طبعا ردود فعل الداخلية تتواتر على هذه العملية منها وصف وزير الخارجي الإيراني محمد جواد ظريف اغتيال العالم الإيراني النووي بأنه جريمة إرهابية جبانة وانتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية وقال جواد ظريف في تغليدة له باللغة الصينية على تويتر إن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الذي يعتبر إرهاب دولة والتصدي لهذه المغامرات التي تسعى لإثارة توتر في المنطقة حسب تعبيره واضف أن بلاده تقف في الصف الأول لمواجهة الإرهاب وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لمواجهة هذه الجرائم التي تتعارض مع القيم الإنسانية والأخلاقية بحسب تعبيره من جانبه قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كامالوندي إن المؤشرات تدل على أن إسرائيل تقف وراء عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخر زادة وعملية استهداف منشأة نطانز النووية في يوليو الماضي وضف كامالوندي أن الكيان الصهيوني يحاول أن يرجع برنامج إيران النووي وإنجازاتها إلى الوراء عبر هذه العمليات المخربة حسب تعبيره كما أوضح أن أمكانية إلغاء ترخيص مفتشي الوكالة الدولية للتقى الذرية غير مرتبط باغتيال فخر زادة وأن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن سيتم عبر الجهات العليا في البلاد المعنية بالأمر أما قائد فيلق القدس بالحرس الثوري اللواء إسماعيل قآني فقال إن بلاده سترد على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخر زادة وضف أن الانتقام لدم فخر زادة سيكون بتكاتف القوات الإيرانية بكل تشكيلاتها وصرح بأن دول الاستكبار والكيان الصهيوني والدول التي أنشأت الجماعات الإرهابية تقف وراء العملية بحسب تعبيره مؤكدا أن العملية لن تؤثر على مسار إنجازات بلاده في المجالات العلمية وأن مسيرة فخر زادة ستتواصل أما الاتحاد الأوروبي فاعتبر اغتيال فخر زادة عملا إجراميا يتعارض مع مبدأ احترام حقوق الإنسان وأدعى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل جميع الأطراف إلى ضرورة التحلي بالهدوء وتجنب التصعيد الذي لن يكون في مصلحة أي أحد وحثت ألمانيا جميع الأطراف على ضبط النفس بعد اغتيال العالم النووي محسن فخر زادة وعلى تجنب تصعيد التوتر بما قد يخرج أي محادثات حول برنامج إيران النووي عن مسارها وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه قبل أسابيع قليلة من تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها من الضروري الحفاظ على مساحة الحديث مع إيران بما يسمح بتسبية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني من خلال التفاوض أدى ودانا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف اغتيال العالم الإيراني محسن فخر زادة وقال وزير الخارجية القطري في الاتصال مع نظيره الإيراني إن اغتيال فخر زادة لن يسهم إلا في سكب المزيد من الوقود على النار وضف أن ذلك يأتي في الوقت الذي تبحث فيه المنطقة والمجتمع الدولي عن وسائل لتخفيف التوتر والعودة إلى طاولة الحوار والديبلوماسية ودعى وزير الخارجية القطري إلى ضبط النفس والسعي لإيجاد حلول جذرية للمسائل العالقة